مع سبع فرق يعني هتلعب في دور المجموعات بس 14 مباراة يعني دور المجموعات في السوبر ليج يتخطى عدد مطشاتك في نسخة الشامبيونز ليج بالكامل بعد ما تتأهل عن المجموعة بتاعتك من أفضل خمس فرق هما بياخدوا أفضل خمس فرق في كل مجموعة يبقى عندك خمستاشر فريق وياخدوا أفضل سادس من الثلاث فرق اللي في الثلاث مجموعات ياخدوا أفضل صاحب مركز سادس يبقى 16 فريق يعملوا دور 16 يبتدوا يلعبوا مباريات نوكاوت أو خروج المهزوم يعني بداية من 16 مطشين ذهاب وعودة 16 مطشين وال8 مطشين وال4 مطشين أدي 6 مطشات حطهم على 14 أدي 20 مطش غير مطش أو مطشين لسه ما تحددش لغاية دلوقتي مباراة النهائي تتلعب من مباراة من جولتين ذهاب وعودة ولا تتعابل زي ما بيتعامل النظام الحالي بيتم اختيار ملعب لها من بداية البطولة وتبقى مباراة وحيدة وبالتالي انت بتتكلم مينمم 21 ممكن يوصلوا 22 مباراة وده طبعا هيبقى شيء صعب جدا على كل الفرق طبعا وأهمها طبعا الأهل يعني يكاد يكون فيه استحالة كان من الأفضل أو كان تصور يعني حتى لو عايزين تطوروا البطولة أو حتى لو عايزين ترفعوا من عدد الأندال المشاركة تدوا فرصة أكبر للرعاية ان هم يمولوا كان من الممكن انه يضطرح انها تبقى مثلا على أربع مجموعات فتقل شوية عدد المشاركة لكن في ظل ده اعتقد انها تبقى نسخة صعبة جدا على بالذات على الفرق اللي بتنافس على البطولة الفرق اللي هتخرج بدري بدري ما اعتقدش يعني انها هيبقى عندها مشكلة لكن الفرق اللي عايز توصل دائما لنهاية المشوار لا هيبقى فيه مشاكل كتير جدا طيب الجهاز الفني زي ما قلت لحضراتكم رخبتا بنجوم النادي الأهلي قرر انه هو يديهم 48 ساعة راحة بعد ما رجعهم السودان الفريق لعب مباراة صعبة جدا في توقيت صعب وخد بالك انه دلوقتي معظم الفرقة بتلاعب الأهلي الصبح احنا مطشط الصبح دين سنها من زمان لكن يبدو انه الناس دلوقتي بتستغل وبذات في أفريقيا يعني يقولك لأ نجيبهم لعيبهم بدري شمس تبقى حمية يعني نحاول نقصر بقى شكل من الأشكال وبالتالي الفرقة هتاخدوا راحة 48 ساعة راحة سلبية درجع نتمرن يوم الاثنين ان شاء الله قبل مواجهة المقصة يوم التلات وبعد التلات ان شاء الله يبقى فيه كلام تاني يبقى فيما يتعلق باستعدادنا لسان داونز وهو الفريق من وجهة نظري إلى أتقل في المجموعة وصدرت المجموعة هتكون بين الأهلي وسان داونز مع كامل الاحترام والتقدير طبعا للهلال والمريخ اللي أأمل يعني أأمل أن واحد منهم يشارك الأهلي في التأهل عن المجموعة دي لكن لغاية اللحظة لا يعني يبدو كده أنه الصراع بشكل أساسي هيكون بين سان داونز والأهلي الأهلي كمان لو عطل سان داونز هيدي فرصة للهلال والمريخ اللي هتقابلوا مع بعض وفي رصدهم نقطة أنه واحد منهم يدخل لو قدر يكسب ويدخل أربعة بونت يدخل مع الأهلي وسان داونز في المنافسة ميستر موسيماني تكلم الحقيقة أنه عن مطش الهلال يعني في تصريحاته يمكن في المؤتمر الصحفي قال أنه نسخة الهلال اللي وجهناها أو اللي وجهها الأهلي السندي أفضل وأقوى بكتير من نسخة الهلال المسلم الأخير وكان ممكن جدا يعني كرة زي كرة أفشة طبعا بس أنا لما بقيم ما بقيمش على الفرص أنا بقيم على دايما جمهور الأهلي كده يعني أنت بالتهالي تتفق معي أنك لما بتيجي تقيم بتقيم على إمكانيات فرقتك على مستوى الفرقة اللي وسطت لها وأعتقد أن الفارق كبير جدا بين الأهلي وبين الهلال السوداني وكانت تمكننا الحقيقة أننا ولكن لعيبة معها عذرها نجومنا طبعا يعني كانت ترخرهم بيخلصوا بطولة يخشوا في بطولة خلصوا كاس عالم رجعوا على دوري